بسم الله الرحمن الرحيم أهلنا مرحبا بكم كل متابع اليوتيوب وقناة الإعلامي عبد الناصر زدان وقناة كورة بلدنا معكم أحمد السيد وحديث لا ينقصه الصراحة وكلام فني كتير وكلام في الكورة كتير وأخبار مهمة جدا وكواليس حصرية معكم على الهواء مباشرة فيما بعد لقاء الأهلي والإسماعيلي وازمة الدور العام وقرارات الأهلي في هذا الشأن كلنا تابعنا مباراة الأهلي والإسماعيلي والأسباب التي أدت إلى تعادل الأهلي مع الإسماعيلي وفقدانه نقطتين هامتين جدا في مشواره للاحتفاظ بدرع الدور العام وأنا حابب ابعتولي في الكومنتات رسائل حضراتكم نيراها مع بعض أسباب تعادل الأهلي مع الإسماعيلي وخصارة مقطتين ثمينتين جدا في مشوار الأهلي في الدور العام والغريب أن مستل لسارتي وأنا كنت دايما بكلم مع حضراتكم هنا أنه مثبت التشكيل وبقى فيه ثبات في التشكيل خلاص الفريق طلع من دوري أبطال أفريقيا فأصبح هناك تركيزا فقط وفقط لا غير على قوام أساسي بيلعبه كل مطر لكن معرفش ليه مستل لسارتي وقبل لقاء الإسماعيلي تفطنا إلى ذهنه أنه يغير بعض التغييرات ويدخل بعض العناصر التشكيل من جديد ابتدى بالشناوي في حراسة المرمى وبالمناسبة الشناوي يقدم مبرك وعيسة جدا وردد على كل المشاككين الذين شككوه في قدراته والذين شككوه في اختيارات أحمد ناجي لضمه للمنتخدم ابتدى بالشناوي في حراسة المرمى مثل لسارتي أمامه قلبي دفاع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وخلينا وفع لياسر إبراهيم شوي ياسر إبراهيم لعب مميز فتنس لياقة بيدي بشكل كويس لكن ما ذالت أخطاءه قاتلة هدف الإسماعيلي اللي جابه كريم بامبو من خطأ من أيمن أشرف في التغطية سم ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم القرة عدت منه بغرابة شديدة من المفترض أن أنت لعب قلب بدفاع القرة ما توصلش لكريم بامبو بهذا الشأن فياسر إبراهيم قبل كده تسبب في ضربة جزاء قبل كده تسبب برضو فأكتر من هدف بأخطاءه الدفاعية القاتلة فأعتقد أن الأوام بقى أن رامي ربيع يرجع على الأقل ابن من أبناء النادي الأهلي وقلبه على الأهلي بجد لأن الأهلي دلوقتي فيه لعيبة بتلعب بقلبها حماس منقطع النظير وفي بعض اللعيبة كده تحس أنها بتقدي واجب موظفين في الملعب خلينا نقول موظفين في الملعب نازل يعمل اللي عليه وخلاص تسعين دي ألعبهم بالطول بالعرض وهي أن كانت النتيجة وخلاص لكن ما فيش الغل اللي بيبقى جوه الواحد ده في القورة زي ما حضرتكم عارفين فياسر إبراهيم أخطاءه دفاعية قاتلة ويجب مراجعتها وياسر إبراهيم يجب أنه يعرف أنه بلعف نادي كبير زي النادي الأهلي وصفقة مميزة ويكيد الأخطاء دي هيتعلم منه ما فيش شك والجهاز الفني دوره أنه يقف معه الأخطاء دي على الشمال علي معلول قدم مباراة كويسة وعلي معلول لا عفوا أنا بعتذر لم يقدم مباراة كويسة لكن اللي أنا عايز علي معلول بيقدم دايما ما تشك كويسة ولكن المباراة الإسماعيلي مش هو ده علي معلول مش هو ده علول وبتاع جمهير الله بالإضافة أن علي معلول وضح فعلا بقى كلام حسام البدري زمان لو تفتكره اللي كان بيقول عنده مشكلة في الناحة الدفاعية والتغطية الدفاعية واضحة وصريحة يعني علي معلول الجانب الأيصر في النادي لالي كان فيه كور بتتلعب كتير من ناحية دي اللي هو الظاهير الأيمن والجانب الأيمن للإسماعيلي فعلي معلول من النواحي الدفاعية الضعيفة في النادي لالي خلينا نعترف فنيا مهاريا قدام ما فيه الشك بيقدم مباراة كويسة يمكن كان مستوى ليل في المباراة دي مفيش كلام لكن دفاعيا لا الموضوع محتاج يتراجع ومحتاج الجهاز الفني يشتغل مع الموضوع ده الغريبة محمد هاني انه ابتدى في الجانب الأيمن ومحمد هاني لعيب مميز جدا ولعيب بيهدي بشكل كويس مستل لسارتي شايف انه بيتمرن بشكل كويس في الفترة الأخيرة فقال يدفع به على حساب أحمد فتحي اللي كانت رجله في الملعب وبيلعب كويس وظهر بمصدر كويس ومباراة مباراة بيزيد في الفترة الأخيرة طيب انت عندك أحمد فتحي جاهز لعيب خبرة فنيا عالي مهاريا عالي بدنيا عالي بيقدر بشكل كويس رجع للمستوى وعرضيات أحمد فتحي والتزديدات اللي كان مميز فيها في الفترات الأخيرة طيب ليه شلت فتحي ورجعت هاني في مباراة صعبة زي مباراة الإسماعيل وانتعارف مباراة الدرويش بتبقى صعبة وبالتالي علامة استفهام حول تواجد محمد هاني في هذا المركز ليه تبدأ بهاني طالما أحمد فتحي كان موجود وبيشارك في التلات أربع مباراة الأخيرة فطبعا محمد هاني كان بعيد شوية عن بعض المباريات بعيد شوية عن مستوى وان كان أدى برضو بشكل كويس في وسط الملعب مستلسارتي لعب السولية وحسام عشور طبعا حضراتكم عارفين حمدي فتحي يغيب للإنذار الثالث فكان حسام عشور على حساب حمدي فتحي ابتدى بوليد سليمان وسب صالح الجمعة برة ولعب به حسين الشحات ورمضان صبحي وامامهم وليد أزار حتى التغييرات كانت بيزود النواحي الهجومية لما نزل صالح جمعة ولما نزل أيضا لما نزل صالح جمعة وحتى لما نزل أحمد فتحي كان خلاص الأهلي أحرز هدف وكان هدف كويس من تمرير الرائعة لصالح جمعة فخلاص هو الأأمنش وحتى لما نزل جيرالدو في لاو يعني هو نزل جيرالدو ونزل صالح جمعة عايز زود النواحي الهجومية جاب هدف من تمرير الرائعة لصالح جمعة ثلو بص والأروع وليد أزاره حتى هو قال خلاص يأفل فتديت إحاء للفريق ان انت عايز تأفل فنزلت أحمد فتحي بتلعبه فوسط الملعب وهو كان بعيد برضو عن المركز ده بقاله فترة يعني أنا برضو ليه التغييرات دي وليه اللاعب ده فمستلسارتي بصراحة لم يوفق في هذه المباراة فنيا خلينا نعترف الإسماعيلي رغم حالته الضعيفة ورغم يعني بعض الليه كان بتلعب وها مصابة كريم بامبو حتى كان مكمل مطش ومصاب وبعض كرامبات وإصابات فالإسماعيلي حتى ما كانش بالمستوى الإسماعيلي القيمة ورغم كده قدم ووصل وضيع أكتر من كرة على النادي الأهلي وفي الشروط الأول الشبناوي يتقلق والإسماعيلي عمل مبرك وإيسا لا نبخس حقه وحق اللعبي وجهاز الفني وجميل ولكن هنا علامة استفهام حول استمرار أداء بعض لعبة النادي الأهلي رمضان صبحي برضو في أكتر من كرة اشتغل فردي خلاص بقى عدت واحد واثنين عرض مش مش هتخش بالكرة جوا الجون فخلينا بس نحط الأمور في نصابها الأهلي لم يقدم المستوى المعروف عنه والجيد أمام لقاه الإسماعيلي فالتعادل كان يعني عادلاً لما بين الأهلي والإسماعيلي أحرز للأهلي أذاره وأحرز للإسماعيلي كريم بامبو الذي لم يحتفل بالهدف احتراماً لمشاعر وجامهير الآلي وهو قال كده قال كده قال احتراماً للنادي اللي تربيت فيه لم أحتفل بالهدف بنسبة 80% كريم بامبو في الآلي الموسم القادم طيب خلينا أقول لحضراتكم بعد المباراة ولكن أنا عايز أقول لكم بس دلوقتي موقف الدوري وجدول الدوري لن دينوتة برضو مهمة جداً حابب أتكلم فيها مع حضراتكم الأول بهذه النتيجة أصبح رصيد النادي الأهلي بالمناسبة كمان ياسر إبراهيم خد الإنزار الثالث ومش هلعب مباراة المقاولون العرب ده لو هتتلعب دلوقتي بس وفي كل الأحوال مباراة الأهلي القادمة الأهلي خلاص متبق ليه في الدوري عن مباراة المقاولين العرب ومباراة الزمالي فمباراة المقاولون ياسر إبراهيم هيغيب عنها بسبب الإنزار الثالث كده الأهلي في المركز الأول عنده رصيد 74 نقطة من 32 مباراة بعد كده بيجي فريق بيرامدز في المركز الثاني عنده من 33 مباراة 69 نقطة بعد كده يجي الزمالك في المركز الثالث عنده 66 نقطة الزمالك من 29 مباراة وبعد كده يجي المصري ثم المقاولون العرب ثم المقصص ثم الإسماعيلي طلعا الجيش إم بيسموحها وديدجلة الانتاج الحربي لاتحاد الجونة حرص الحدود بتروجيت الداخلية النجوم زي ما نقولت خلاص النجوم هبط الداخلية هبط الأقرب بتروجيت عشان كده بتروجيت طلع بيان وقال إنه مش هيستكمل بقية مبارايته اللي أعلنت عنها لجنة المسابقات خلال الساعات الماضية وهتكلم برضو مع حضراتكم في هذا الشأن لكن الأهلي عنده ميزة يكسب كل مبارايته ياخد الدورة الأهلي عنده ميزة يكسب كل مبارايته ياخد الدورة عنده المقاولون العرب والزمالك ست نقطة يكسبهم ياخد الدورة خلاص خلص الكلام خلينا أقول لحضراتكم برضو بعد المباراة كان في حالة من الحزن شديدة جدا على بعض الععب الأهلي بالتحديد حسام عشور وبالتحديد أحمد فتحي وبالتحديد شريف إكرام حالة من الحزن كابتن سيد عبدالحفيز يعني هدأ من روع اللاعبين وأكد على عدم الحديث لأي وسيلة إعلامية وهدد اللاعبين بالإيقاف في حالة الخروف بأي تصريحات مستلسارتي بالمناسبة المؤتمر الصحفي كمان عقب المباراة تم إلغاءه بسبب عدم حضور الصحفين في مباراة الأهلي والإسماعيل تم إلغاء المؤتمر الصحفي ولذلك تم إلغاء المؤتمر الصحفي ومستلسارتي أكد للعيبة أكد للعيبة بأن مش ده الأداء ولكن لهم لسه الدوري موجود في الملعب ونكسب المطشن الجاي ناخده هو بيحاول يرفع من حماس اللعيبة لكن كان في بعض اللعيبة منهارة خلينا نقول الكلام ده ما فيش كلام وبالتالي تعادل بتعمل علقم لجماهير النادي لالي تعادل مر وحش لالي مكسبش الإسماعيل السنة دي في الدور الأول والدور الثاني تعادل فتعادل مع الإسماعيل حزين حزين لجماهير النادي خلينا نحط الأمور في نصابها الطبيعي أحمد علي مهاجم المقاولون العرب هو هده في الدولة حتى الآن براسيد 18 هدف ثم خالد أمر من الاتحاد 14 هدف ثم محمود علاء من الزمالك 14 هدف صلاح أمين من النجوم 12 هدف طيب اللي لجنة المسابقات أعلنت إي بقى أعلنت مباريات الزمالك المتبقية والغريبة بس أنا أقف على مباراة اليوم الاتنين تلاتة ستة الليلة حرس الحدود أو الجونة مع الزمالك ودي الأول مرة تحصل في العالم في العالم في جدول دوري اتحاد الكورة ولجنة المسابقات أعتقد لو بعثنا الجينيس ريكورد موسوعة جينيس هتقول لجنة المسابقات تدخل موسوعة جينيس إنها تحط في جدول دوري فريق لو الزمالك يلاعب ده أو ده ما حصلتش قبل كده ما حصلتش ولا هتحصل لأن ما فيش كورة كده أبدا خلينا أقول يعني بمنتهى ببساطة هو إيه المشكلة لما نأجل معسكر المنتخب كام يوم وده اللي أنا شايفه الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق نارده بيتروجيت أو منذ ساعات بيتروجيت طلع فينا لك مش هكمل المطشاط ما فيش مبدأ تكافه الفرص في الهبوط ولا هم كل الحق انت دلوقتي أصلا الفرق اللي بتصرع على الهبوط مش عارفة تلعب إمتى والأهلي بيعقد اجتماع خلال ساعات علشان يشوف موقفه من جدول الدوري العام ومن المباراة وربما يؤكد له لعدم مشاركته في لقاء المقاولون العرب في هذا المنظر من الجدول وفي هذا المنظر العنيف في لجنة المسابقات يبقى الأهلي كابتن محمود الخطيبة يقعد مع كابتن سيد عبدالحفيز وربما يتم اتخاذ قرار بعدم المشاركة في لقاء المقاولون حتى أن يلعب الزمالك موجلاته وله كل الحق من حق الأهلي وهو ده تكافه الفرص بقى ده تكافه الفرص فربما يأخذ الآلي هذا القرار عدم المشاركة في لقاء المقاولون إلا بعد من يلزمالك موجلاته طيب أنا الحل اللي شايفه للخروج من هذا الماء الزقية بمنطقة البساطة يعني يتأجل معسكر المنتخب الأول لقبل كاس الأمم الأفريقية وليكن لحد 8 يونيو مثلا فأنت عندك فترة من 26 مايو ل 8 يونيو تلعب كل المباريات والزمالك ينهي كل موجلاته والدنيا تنتهي لكن أنا ألعب كاس الأمم الأفريقية وبعد ما شهر من كاس الأمم الأفريقية تتلعب أقول بقى نرجع للدوري العام كان بقى بقى آليو زمالك طب الآليو مش ألعب الماولين ألعب كمان آليو الماولين طب بيتروجيت مش لعب ألعب بقى كمان بيتروجيت طب الزمالك دلوقتي لما ألعب بقيت مطشاطه الموجلة وربما من الأربع ولا خمس مطشاط اللي بيني يكون في ريتين تلاتة خلاص نزلوا طب إيه بقى الهدف ما خلاص أو أنا حتى كنت بنافس على الهبوط وضمنت البقاء طب ما خلاص ما تغلب وأنا فرعت معاه في إيه بقى هو ده التنافس بقى هو ده مبدأ العدالة وتكافه والفرص ما فيش كده طبعا ما فيش كده طبعا ما فيش كده طبعا وبالتالي يعني حل بسيط جدا للجنة المسابقات أن يتم تأجيل شوية معسكر المنتخب الأولين بنستسمحك حج جيري تلات أربعة أيام كمان والزمالك يلعب بقيت مطشاطه موجلاته مضغوطة والأهل يكمل بقيت مطشاطه وحق الآلي ألا يشارك في لقاء المقاولون العرب إلا بعدما يلعب الزمالك مباراة الموجلة هو ده أعتقد مبدأ تكافه والفرص وللنادي الآلي كل الحق في هذه الأمور أعتقد الآلي لي الحق في هذه الأمور طبعا زي ما حضراتكم عارفين حالة من الحزن لدى جماهير النهلي بعد هذا التعادل وأنا بنل لحضراتكم الصورة على السوشيال ميديا وفي كل حاجة يعني كريم بابو كمان كان ليه تصريحات قال أنا باحترم الأهلي ولكن تعودت على بازل الجود في الفرق اللي أنا بلعب بيها وقال إن هو يعني سعيد بأداء ومع فريل إسماعيل مباراة الأهلي القادمة القادمة حتى الآن في الجدول هي المفروض المقاولون العرب اللي المفروض مساء فلساء القادم 28 مايو وربما لا يشارك الأهلي في هذه المباراة إلا بعدما يلعب الزمالك مباراة الموجلة الزمالك عنده مباراة مهمة جدا يوم الأحد القادم في نهاية الكونفدرالية الأفريقية نتمنى للزمالك التوفيق والفوز بهذه البطولة يعني ليصبح ثاني الفرق المصرية فوزا بالكونفدرالية الأفريقية بعد النادي الأهلي عندي برضو أخبار كتير ورسائل كتير وبشكر حضراتكم دايما على المتابعة وبشكر حضراتكم دايما على إن أنتوا بتدعمونا وبتبعتولنا رسائل يعني بتفوق الوصف لكن يعني بتمنى دايما أن احنا نكون عند حصن الظن من حضراتكم أن احنا نكون على يعني قدر من المسئولية بشكر حضراتكم على المتابعة وبتمنى لحضراتكم أن احنا نكون يعني بنوفق في تقديم مادة بسيطة وفقرة بسيطة لكل متابعة اليوتيوب ولكل متابعة قناة العالمية عبد الناصر زدان وقناة قورة بلدنا. الدوري لم يحسم الدوري ما بين الأهلي وما بين الزمالك لسه مكمل جدول الدوري العام قرارات الأهلي أزمة الدوري الغبوط خلاص النجوم الداخلية نزلوا مين اللي هينزل مبدأ تكافؤ الفرص كل دي أمور هنتكلم فيها مع حضراتكم خلال الفترة القادمة ليبقى السؤال أين تكافؤ الفرص سواء في المنافسة على القمة أو المنافسة في الغبوط في الدوري العام لو قلنا أن دا موسم استثنائي دا بقى استثنائي بطريقة سخيفة قوي بقى سخيفة قوي فما فيش كورة كده أبدا ما فيش كورة أكده أبدا يعني الكورة منافسة شريفة وعشان تكون المنافسة شريفة لازم يكون فيه تكافؤ في الفرص بشكر حضراتكم على المتابعة شكرا لحضراتكم ولكم مني كل التحية كل التحية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته